دولتي معاد موجز الأهم الأخبار مع ليندا شكرا شازلي التسعى بتوقيت القاهرة السابع بتوقيت جرينتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم وجه رئيس عبدالفتاح السيسي بضغط الجدول الزمني لتنفيذ مشروع مجمع الصناعات الغذائية قهى وإدفينة ووضع خطة متكاملة لتشغيل خطوط إنتاجي وفقا لأحدث النظم والمعايير والمواصفات العالمية للتصنيع الغذائي بما يؤهله لتلبية الاحتياجات المحلية والتصدير جاء ذلك خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء والمسؤولين لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات القومية في قطاع الأمن الغذائي والزراعة وشهد الاجتماع عرض موقف زراعات الزيتون في مصر حيث وجه رئيس السيسي بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية للتوسع في المساحات المنزرعة كما وجه رئيس السيسي بتوفير كافة المتطلبات اللازمة للتوسع في زراعة القصب بالشتلة خاصة ما يتعلق بإنتاج البذور المعتمدة اللازمة إلى جانب تطبيق أسليب الرأي الحديث في المساحات المنزرعة بالشتلة وطلع رئيس السيسي خلال الاجتماع على أهم محاور الرؤية المستقبلية لتنمية قطاع الثروة السمكية في البحيرات على مستوى الجمهورية تابع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمر طلعت الموقف التنفيذي لمشروعات الوزارة وعرض وزير الاتصالات مشروعات التحول الرقمي وخاصة منصة مصر الرقمية التي أطلقت في يوليو 2020 كما تناول موقف خطة تطوير مكاتب البريد مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من تطوير 1329 مكتبا من المستهدث العام 2021 وأشار وزير الاتصالات إلى أنه يتم تنسيق لوضع آليات التكامل بين منظومة الأجور والمرتبات مع منظومة الموارد البشرية من خلال قاعدة بيانات موحدة كما يجري العمل على إطلاق الإصدار الثاني من تطبيق إدارة المشروعات القومية لإدارة مشروع حياة كريمة أعلنت وزارة الصحة والسكان خروج 1703 متعافين من فارس كورونا من المستشفيات وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم ليرتفع إجمالي المتعافين من الفارس إلى 342 1762 حالة حتى اليوم وأشرت الوزارة في بيانها اليومي إلى تسجيل 1569 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحليلها معمليا للفارس ومتحوراته لافت إلى وفاة 41 حالة جديدة أعلنت وزارة الصحة البرازيلية تسجيل 157 393 إصابة جديدة بفارس كورونا خلال 24 ساعة ليرتفع إجمالي الإصابات بالفارس في البلاد إلى نحو 24 مليون إصابة منذ بدء الجائحة وأضافت الوزارة في بيانها اليومي أنه تم تسجيل 238 وفاة جديدة بالفارس ليرتفع إجمالي الوفايات في البرازيل إلى 622 وعشرين ألفاً وثمانمائة وواحد حالة أكد رئيس العراقي برهم صالح ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أهمية حماية أمن واستقرار المواطنين وملاحقة فلول تنظيم الداعش الإرهابية جاء ذلك خلال اللقاء بين صالح والكاظمي وأشار بيان صادر عن الرئاسة العراقية إلى أن اللقاء شهد بحث مجمل الأوضاع العامة والتأكيد على أهمية حماية المواطنين وقطع الطريق أمام محاولات تنظيم الداعش الإرهابي لاستهداف أمنهم بالإضافة لتوفير الدعم للقوات الأمنية في القيام بمهامها كما تم تشديد خلال اللقاء على أهمية تكاتف القوى الوطنية من أجل تحقيق الأمن والاستقرار والشروع في الاستحقاقات الوطنية الدستورية أما رياضياً فحقق أثلاتكو مدريد انتصاراً ثاميناً على ضيفه فالينسيا بثلاثة أهداف مقابل هدفين في اللقاء الذي جمعهما في الجولة الثانية والعشرين من الدولة الإسبانية الفوز رفع رصيد الفريق المدريدي إلى 36 نقطة في المركز الرابع بجدول ترتيب الليجة فيما تجمد رصيد الخفافي شعند 29 نقطة في المركز التاسع نهاية مجزة التاسع نقول الاستكمال الباقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل